اكد معالية السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب اهمية الحفاظ على الثروة السمكية ودعم ضوابط تلميتها واستدامتها تعزيزا للامن الغذائي في مملكة البحرين وتنفيذا لتوجيهة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وجهود الحقومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزعى وشرى معاليه الى الدعم النيابي لمهنة الصيد وحماية مصالح وحقوق الصيادين وتشجيع المواطنين على مزاولة هذه المهنة التقليدية والمحافظة على الموروث البحري وتناقل مهنة الصيد عبر الأجهل والعمل على تعزيز المخزون السمكي والتنوع الحيوي في البيئة البحرية مشيدا معاليه بجهود المجلس الأعلى للبيئة والجمعيات المعنية وكافة الجهات المختصة جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس النواب السيد إبراهيم محمد البعينين رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية وخلال اللقاء تم بحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالصيد السمكي ومصالح الصيادين وتنظيم مهنة الصيد وتطويرها تحقيقا للأهداف المنشودة من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة